عشان كده مش عايز اقول المتغطي بيهم يعني عريان زي ما المسأل الشعبي بيقول ولكن اعتمد على نفسك خليك دايما جاهز لكل الاحتمالات احنا حاليا في انتظار الموقف الرسمي المصري نقضى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز المخابرات العامة السيد الفريق اول محمد زكي قائد او وزير الدفاع والانتاج المصري لجنة او مجلس الامن القومي عندما انعقد فهو بيحط سيناريوهات ما تتخيلش الموضوع مش بالبساطة فيه سيناريوهات مخطوطة لكل حاجة والمية تكد بالغطاء زي ما يقول انت من خمس سنين اعترضت على تسليح شفت وقتها انه مبالغ فيه النهاردة انت قاعد مطمئن لانك مستعد كذلك اي اجتماع هيحصل النهاردة بيتحط فيه سيناريوهات لو حصل واحد هنعمل كذا لو حصل اتنين هنعمل كذا كل السيناريوهات مطروحة ومفتوحة المفاجأة بقى في الامر طول عمرنا بنطرح سؤالهم الجماعة الاخوان اللي امه بيطلعوا من خنوات تركية او حتى اللي عايشين وسطنا في مصر وبيكتبها على السوشيال ميديا ايه موقفهم لو حصل صدام مباشر او غير مباشر بين تركيا ومصر ايه يعني الناس الطيبين توقعوا قالك لأ ساعتها بقى الحس الوطني بقى يعني ده يعني ده مصر يا جدعان لكن للأسف كما توقعنا دائما الاخوان في صف منخان اي حاجة فيها خيانة نظرية معينة اسمها الحتمية التاريخية افتكر الاخوان دول مع كل القوة مع كل البلاد هو يقولك ده يعني حتى لو هنتكلم هو عايز ديمقراطية طبعا هو البرلمان اللي بي الموجود في طبرق حاليا هو الديمقراطي هو العنصر الديمقراطي الوحيد في المعادلة دي كلها هو البرلمان اللي بي حاليا اللي رافض تماما لأي وجود تركي هو يبحث دايما عن مصلحته بقيادة هذا الاردوغاني يعني عايز اقول ايه الاحمق المجنون اللي خلاص جنون الزعامة وجنون العظمة هتوديه في داهية ولكن ما تلاقوش احنا بخير هنطلع فاصل وسنقض مرة ثانية بنحاول نحلل الموقف عشان المواطن المصر يعرف ما له وما عليه موقف مصر وان شاء الله جيش نواقف قصود على الحدود نطلع فاصل